مثلاً هم في فلسطين مش زي اي دولة في العالم يعني ممكن الدول برا بيفكروا في اشياء ترفيهية كثير بيفكروا في اشياء احنا بمفكر في ايش في سكن في امن في ماء للمزرعة احنا شوف كيف طريق التفكير احنا وطريق التفكير هم هم يعني الناس اليوم تطلع عالقمر وفي ناس طلعوا عالقمر واحنا ليسا بمفكر في ابسط مكونات الحياة والعيش زهدي حامد فروش بيت دجان عمري 30 سنة يعني مطلوب للشباب انه يتوفر له بيت اذا بده يتزوج طبعا يكون في عنده بيت صالح للسكن بس للأسف هون مناطق الاغوار ممنوع السكن فيها ممنوع البناء يعني اللي بمنعنا من وجودنا او من تواجدنا في هاي المنطقة اللي هو الاحتلال الاسرائيلي ما في مستقبل يعني فهون في هاي المناطق حاليا يعني الشباب مكبوتين من الداخل مكبوت بكون الشب انا لما بده اتزوج بده اضطر اني اترك هاي البلد الذكرياتنا بصراحة هون في مناطق الاغوار بشكل عام صعبة يعني كلها جيش وطخ واطلاق نار وتسكيرات واغلاقات يعني من ثلاث شهور تقريبا كان فيه تدريبات الاسرائيليين في المنطقة وكانت كل التدريبات من مسافة السفر يعني من امام البيوت والمنازل كانوا يطلقوا النار الاحتلال فهذا عمل رعب للاهالي وللاطفال يعني هلا من بداية التدريب ممكن يستمر التدريب من ثلاث ساعات لخمس ساعات والناس محجوزة في بيوتها ما بتقدر تتحرك يعني هلا لو ما في عندنا احتلال وما في عندنا ضغوطات هنا على الاغوار بشكل عام أو على فلسطين كاملة بتلاك الحياة بتختلف عن يعني فيه امن فيه سلام فيه راحة فيه تطور وممكن نطلع الكمر اشتركوا في القناة